انواع الفيزيكال ماتود الحقيقة يعني اهم نوع الحقيقة هو اللي هو الهيت اللي فيه رطوبة يعني فيه بخار فاول نوع وابسط نوع اللي احنا كلنا هنعرفه اللي هو البيبي باطلز اللي هي الزجاجات بتاعت اللبن بتاعت الاطفال اللي هي نحتاج كل شوية نرغليها علشان نعمل لها عشان ننطهرها او نعقمها ده الحقيقة يعني دي ممتازة جدا وبتقتل البيجيتاتف سيلز والبيروسز يعني بمعنى ان احنا بنتأكد ان الحاجة بتغلي لمدة 10 مينت فيعني علشان نتأكد ان كل الحاجات اللي هي اي جراثيم عليها ولا حاجة تكون خلاص كلها تم القضاء عليه المشكلة بتاعت البيبي انه هو ما هواش دايماً ريلايبل في بعض انواع البكتيريا بترزيست بويلينج يعني ممكن تفضل يعني لو عدت غليتها 20 ساعة ممكن بعد كده تصورفايف برده فالحقيقة ما هياش ريلايبل لكل انواع البكتيريا اللي ممكن تكون موجودة فبنستعمل بقى اوتو كليف اوتو كليف طبعاً هو الحاجة اللي هي نعتبرها وديه الاستاندار عموماً بتاع هي بيسيكي بنستعمل فيه فبيبقى في عندنا فاسل بالشكل ده كده بنحط فيها المواد اللي احنا عايزين نعقمها وندخل هنا استين ببريشر عالي الحقيقة والستين ده بيريبليس الار اللي موجود ويبتدي يبقى موجود يعني ان كونتاكت مع جميع الاسطح اللي موجودة في الحاجة اللي انا عايز عاملها استيريلايزايشن مفروض ان احنا لقوا خليناها الفترات معينة يعني مثلاً يعني احنا طبعاً بنكلم على يعني عشان نخلي البرشر يبقى عالي بتلاقي طبعاً البرشر والتمبرشر اللي اتنين مرتبطين ببعض انتعارفين القانون الغازات القانون العام بتاع الغازات اللي هو PV بتساوي NRT يعني في علاقة بين البرشر وبين التمبرتشر ما هياش كل واحدة فيهم انديبندن فباسيك لو احنا بنتكلم على البرشر بتاعنا بالPSI مثلاً 5 PSI بنتكلم على التمبرتشر بتبقى 110 لو زيره ده بنتكلم على الاتموسفيريك يعني ده الاتموسفيريك ده ده ما بنعلى بالبرشر زي ما انتم شايفين كده بنعلى بالتمبرتشر لغاية ما نوصل لغاية 135 درجة ده بتبقى عن 30 PSI فبنتكلم على الحالة دي الحقيقة بنتكلم ان احنا درجة الحرارة العالية دي ممكن تحتاج وقت اقل بكتير طبعاً من الحالة اللي فيها 100 درجة بس او 110 درجة بس وزي ما احنا شفنا الميت درجة اللي احنا هكونا بنعملها في البويلينج ما هياش كافية فاحنا لازم نعلى درجة الحرارة تبقى اعلى شوية يعني على سبيل المثال لحاجة زي كده بس 100 درجة لمدة من ثواني لدقائك ممكن تقتل الفيجيتاتي بكتيريا يعني حاجات كتيرة الحقيقة ممكن انها تقتلها يعني الحقيقة يعني سبورز عمتاً هي بنتكلم على النوع اللي هو يعني ما بيبقاش لسه من البكتيريا ده الحقيقة بيبقى ريزيستنس اكتر شوية فبنتكلم نوعه محتاج درجة الحرارة على القال 105 خمس دقائق فيه انواع بقى تانية بتبقى الريزيستنس بقى اعلى وفيه انواع ريزيستنس بقى اعلى واعلى اعلى حاجة خالص بتبقى محتاجة 134 درجة up to 6 hours طبعاً حسب نوع البكتيريا اللي هي موجودة في المكان وحسب نوع مثلا ممكن يبقى المريض مثلا معروف ان هو البكتيريا اللي موجودة عنده نوع هكذا او المرض او يعني ممكن يبقى فيه مثلا حصل موجود في المكان بيتم تحديد الاوقات والدرجات الحرارة المناسبة علشان يتم تعقيم الادوات والماتيريال والحاجات دي كلها بشكل يكون كا موسيقى